لا دا الحكاية كنز كبير خدونا نجدد الترحيب مرة تانية بالمهاجز إباسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وكعادة الناس اللي مخيها مليانت لهم دايما هاديين جدا في المنطقة غاية في الهدوء لا يتحدث إلا بمنتهى التركيز هنا هروح على أول سؤال اللي سألته حياتك في الفاصل قلتلك يعني أنا النهاردة لما هاجه حلل المية دي هتتحول بالتأكيد للهايدروجين وهتحول الأكسجين وهيبضل فيه عندي الرواسب الملحية اللي في الحالة دي هتبقى سوديوم بس زي ما شرحت لي برضو حضرتك عشان الناس بتكيش أن أنا اللي فاهم يعني لكل القصة أن أنا إيه يعني غشيت بقى أنا في هذه الحالة هصبح فيه عندي منتجات سنوية تعزز من الربحية أما أساس ربحيتي فهو أن الهايدروجين الأخضر هطلع منه الأمونيا الخضرة وهطلع منه المثال حلو جدا جدا طيب هنا يجي سؤالي أو بالأدق اللي أقولها أكد على مجموعة من الأمور اللي وردت يعني أنا في مصر أقدر أقول أن أنا واحد من أهم مناطق السطوع الشمسي وبالتالي بقدر أستغل الشمس كويس وكذلك عندي مواقع هي مواقع تعتبر مصائد رياح من الأفضل على مستوى العالم وبالتالي أقدر أستخدم طاقات الرياح أيضا وده يساوي في العملية الرأس المالية أو في العملية الاستثمارية أن أنا إنتاجي أرخص أو أقل تكلفة من أغلبية اللي غيري بالزبط هل العالم توسع العالم بقى اللي هو زي ما نقول العالم المتقدم كده توسع في إنتاج الهايدروجين الأخضر ولا أنه لازالت المسألة لسه في الدايق وبالتالي المنتجين الأوائل يحصلون على أو يحصلون المكافآت الكبرى نصد نحن بيقول لسه في الأوائل لسه في البدايات الهايدروجين الأخضر ما زال في البدايات فبالتالي كل المستثمرين بتدور على أي حاجة في البداية محتاجة تكلفة كبيرة لكن هو هنا بيدور على أقل كلفة أو أقل يعني من ناحية الاقتصادية بيدور على الأماكن اللي تقدر تدي له أقل كلفة زي ما حالك تفضلت وقلت مصر من أفضل الدول في السطوع الشمسي وتعدل سطوعات للرياح لا لو ترجمناها الأرقام بنقول أن تكلفة الكيلوات ساعة اللي تم التعاقد عليها في مصر حاليا من الطاقة الشمسية أو من الخلايا الشمسية بصفة خاصة بنتكلم على 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للرياح وصلنا حوالي 2.85 سنت دولار للكيلوات ساعة ده من يعتبر من أفضل المناطق أرخص تكلفة الكيلوات ساعة المنتج على مستوى العالمي يمكن أن ينجي بعد السعودية وبعد الإمارات في الطاقة الشمسية وإحنا تالت دولة مع اختلاف طبعا تصنيف الاقتماني لكل دولة والمزايا اللي بتحصل لكن مصر بالوضع ده الأقل كل فتن في الطاقات المتجددة فبالتالي وده عنصر مهم جدا في التكلفة للهيدروجين الأخطر وده موجود البنية التحتية موجودة الشبكة الكهربائية القوية موجودة فبالتالي لو هنعمل محطة في أسوان وهعمل المحلل الكهرابي مثلا في المنطقة الاقتصادية لتابعة القناة السويس عن قلم الكهرباء من الشبكة فخلاص ما عنديش مشكلة صح ما عنديش مشكلة بنية الأساسية موجودة موجودة الشبكة موجودة فكل حاجة هنا مهيئة الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمان كأي مستثمر فده بتسعيد أي طر قربه من مينة العين السخنة مثلا أو بورسعيد أو يقدر يصدر لأوروبا بورسعيد وسفاجة في القريب وما إلى ذلك فيقدر يصدر لأوروبا مثلا ويصدر لأوروبا أو ياخد البحر الأحمر بالضبط كده فبقت البنية التحتية كل الهوامل هنا مهيئة نتجذب المستثمرين فكل المستثمرين اللي جمعوا وقعوا مذاكرات تفاهم اللي بناء عليها يبتدي يعمل الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات وبجدية هم يعني فيه حطين هدف يعني أنا جالي مجموعة مستثمرين فعلا وقعوا مذاكرات تفاهم بين يعني فيها أطراف فيها وصندوق مصر السيادي اللي هي العمل التنمية الاقتصادية اللي الشركة المصرية النقل الكهرباء هي التطاقة الجديدة والمتجددة ده من الجانب المصري ده جانب مصري جانب كمان اللي احنا بتكلم الشركات سواء إماراتية سواء شركات اتنين شركات إماراتية شركة دينو ماركية اللي بنقول أكبر شركات الشحن اللي موجودة شركات كتيرة وشركة فرنسية فده كله مش جاي من فراغ يعني لما بنقول واحد أو اتنين يجي وفي بداية كانت شركة ألمانية من أكبر الشركات كمان لما بنقول واحد أو اتنين جي بنقول ماشي لكن لما يجي سبع شركات أو ثمان شركات يترقوا الأبواب ويوقعوا مذاكرات تفاهم وبدأوا الدراسات الفعلية ويكلفوا استشاريين ويدفعوا ملايين عشين من الدراسات دي يبقى إذا الموضوع جدي جدا موضوع متأكدين أن هم المشروعات دي هتنجح بإذن الله في مصر مصر هتاخد الريادة في الهيدروجيني الأخضر على مستوى العالم بحجم المشروعات بحجم مشروعات الطاقات المتجددة اللازمة لإنشاء هذه المشروعات بحجم القدرات المحلل الكهربائي الموجود كمان ويمكن إذا بحركت تفضلت من شوية وكان الاجتماع بتوجهات الرئاسية من هو التصنيع المحلي للمحللات الكهربائية دي اللي هيجي دورها كل ما هنزداد الطلب على المحلل الكهربائي هيبقى بالتالي هيبقى فيه سوق لها صح فبالتالي هنبقى محتاجة تصنيع المحلي هنا ده وأنا هيبقى عندي مشروعات موجودة في مصر يبقى بالتالي الطلب عليها بالزبط كده بالزبط كده فهي سلسلة كده شركة الشحن الدنماركية اللي هي أكبر شركة في الدنيا دي اه أنا مش هقول اسمها يعني بس اللي هي حرف أم في الأكل حلو قوي هعايزين يستثمروا معانا في إنتاج الهايدروجي اللي أخضر بهو ده لوحده إنديكيشن بالزبط إنه ده استثمار شديد النجاح عالي جدا في ربحيته بالزبط وعلشان يحقق الهدف بتاعه إنه هو يبقى الشحن بتاعته وقود أخطر ووقود أخطر وهي تماشى مع التوجهات الأوروبية والتوجهات العالمية إنه هو مشروع يبقى بيشحن سفنه ويشحن المراكب بتاعته كلها بمثانون الأخطر فيبقى كده هو حق تكلفة أقل وفي نفس الوقت اللي العالم كله بيكفكر فيه الوقود الأخطر أو المثانون الأخطر أنا آخر حاجة هسألها أنا دلوقتي جاهز إنه لو افترضنا مثلا الشركة دي خلاص يا جماعة إحنا وقعنا مذكرة التفاهم فليكن مثلا الشركة الدنماركي والشركة مثلا من الشركات الإماراتية أو الشركتين الإماراتية أو كله قالوا يا جماعة إحنا جاهزين نبدأ عملية الضخ المالي لإنشاء الاستثمارات لإنتاج هذا النوع من الوقود إحنا جاهزين؟ جاهزين بس هي في حتة بقى اللي كانت يعني الحكومة كانت حريصة جدا فيها كل ده جاي بكدرات كبيرة عايزيني يعمل مشروعات كبيرة زي ما احنا قلنا في الأول لسه الموضوع لسه إحنا ريادي فالريادي فالحكومة هنا قررت يبقى نبتديها على مراحل مرحلة ريادية مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالية كل ما تنجح مرحلة نكمل نضمن النجاح نضمن الاستمرارية لإن الأصعب دايما في البداية لو نجحت إن شاء الله فيبقى التوسع ومعمول حسابة الخطوات التوسعية وإذا الأهم من الحكومة إن احنا نبقى نبتدي صغيرين لأول وننجح بعد كده نستوسع إن شاء الله خطة كبيرة قوي ونتكلم فيه تقريبا حوالي قدرات كبيرة قوي بس إن شاء الله إن شاء الله جاهزين لها إن شاء الله